بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابنا وطالبات في درس من دروس مقرر مقدمة في الأعمال إثناء اليوم سنتحدث أيضا عن تطبيق أدوات التواصل الاجتماعي في الأعمال كنا في الدرس السابق تحدثنا عن جزء من هذه الأدوات ذكرنا أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تطور فيها حيث أنها تساعد المنظمة في مشاركة المعلومات حول المنتج حول الخدمة حول ما يدور أو ما يحتاجه العميل من مقاطع كذلك وفيديو وصور وبالتالي أصبحت أكثر إقناع وتأثير على قرار العميل الشرائي ذكرنا أيضا الإعلانات أصبح انتشارها سريع وبسرعة فائقة من خلال منصات التواصل الاجتماعي أن الإعلانات في السابق كانت تحدث تأتي من دار العليا تقرر كيف تقوم بتقديم إعلان هولا عبر التلفاز أو عبر الصحف والمجلات وقد تأخذ وقت في نشرها ولكن لن يكون هناك مجال لمعرفة التغذية الراجعة أو الفيتباك من العمل إلا بعد فترة أما منصات التواصل يكون التفاعل فوري ويكون هذا نقطة قوية في معرفة احتياج العميل ورغبة ذكرنا مدونات تستخدم مدونات سواء في الكتابات أو سد القصص ذكرنا هناك تطبيقات أو منصات التواصل كتويتر وفيسبوك وغيرها تستخدم كمدونة في كتابة في سد القصص في التعليق وغيرها كذلك ذكرنا استخدام الصور والفيديو والمدونات الصوتية هناك مواقع مخاصلة الصور كذلك هذه المنصات تدعم المشاركة للفيديو مثلا عن منتج أو عن خدمة أو عن طريقة استخدام المنتج أو التركيب وغيره كذلك المدونات الصوتية التي من خلالها يتم إقناع العميل في شراء المنتج أو الخدمة اليوم نستكمل الحديث عن هذه الأدوات سنتناول أدوات أخرى كما ذكرنا هناك تحدي يواجه الأعمال أو منظمات الأعمال في تعدد طرق التفاعل مع المنشات الأخرى ومع العملاء الحاليين والعملاء المحتملين فمواقع التواصل الاجتماعي تتيح لمنشأة كما ذكرنا إمكانية مشاركة وتوصيل المعلومة والمنتج والخدمة بأفضل طريقة لذلك المنظمة قد يكون لديها تردد في استخدام موقع دون آخر نضير احتياج العميل لذلك هناك خيارات كثيرة في منصة التواصل هل تستخدم هذا المنصة أم المنصة الأخرى أم تستخدم جميع المنصات لكي تصل إلى العميل وبالتالي هذا يعود إلى الفئة المستهدفة كما ذكرنا وطبيعة المنتج والخدمة التي تقدمها من منصات التواصل تطبيق التقييمات على منصات التواصل الاجتماعي فتتيح منصات التواصل الاجتماعي للمتسوقين الاطلاع على آراء وتوصيات أشخاص سبق لهم أن قاموا بالتجربة اشتروا منتج أو خدمة من هذه المنظمة وبالتالي العملاء سيكتبون آراءهم لذلك منصات أو أدوات التواصل مفيدة للمنظمة في إيجاد عملاء لهم ولاء ورد على المنتجات ويوضحون جوزة المنتج والخدمة وكذلك العميل يستفيد من هذا التعليق وبالتأكيد يكون على شكل مراجعات أو تقييمات للعملاء السابقين وبالتالي يكون له دور كبير في التأثير على عملاء جديد أيضا قد يكون هناك مواقع أنشئت خصيصا لهذا الغرض وهي تقييمات قد يكون لدينا موقع فقط يتعلق بفكرته بأن العملاء يقدمون توصيات على منتجات وخدمات وبالتالي العملاء يثقون بيراء الآخرين عند شراء منتجات أو الخدمات إذن قد أصبح لدينا مواقع بنيت على هذه الفكرة وهي تقييمات للمنتجات والخدمات وبالتأكيد العملاء من خلال هذه المنصة إما أن يقدم أو يحجم على الشراء من خلال تعليق العميل الذي قد يكون مثلا مرة بتجربة سيئة أو العميل الذي مرة بتجربة إيجابية قد يذكرها وبالتالي قد يقنع آخرين هناك موقع بازار وذكر أن المراجعة النقدية الواحدة النقدية التي تنقض مثلا منتج أو خدمة تؤدي إلى زيادة بنسبة 10% من طلبات الشراء إذن إذا عميل قام بمراجعة طلب واحد بذكر إيجابيات هذا المنتج قد يزيد منتجات أو بيع منتجات شركة بنسبة 10% وإذا كان هناك 30 مراجعة تقفز إلى 25% الطلبات إذن نلاحظ التأثير الكبير لأراء العملاء السابقين لذلك حينما نذكر أو ذكرنا أن المنظمة تحرص على الاهتمام بمنصة التواصل لماذا؟ لأنها تأثير كبير على بيع المنتجات والخدمات والوصول لعملاء جدد وبالتالي حينما يكون للعميل تجربة إيجابية ويذكرها قد يؤثر على كثير من الأشخاص كما ذكرنا قد يؤثر على 10% من زيادة طلبات الشراء حينما يكون لديك مئات التعليقات والتقييمات والمراجعات الإيجابية بالتأكيد سيجذب الآلاف لمنتجاتك وخدماتك التي تقدمها عليه أيضا شهدنا طفرة مواقع كثيرة فتتيح هذه المواقع لعملاء تقييم منشآت المحلية والمقارنة مع منتجات وخدمات أخرى وبالتأكيد هذه المراجعات والمقارنة ستؤثر بشكل كبير على حالات العملاء أو عملية الشراء أصبح العميل يستطيع أن يقارن منتجات محلية مع دولية في السعر في الجودة في الخدمة وبالتالي هي لها تأثير كما ذكرنا وهذه من مزايا أدوات التواصل التي من ممكن أن نطبقها منظمات العمل فعلى سبيل المثال تؤثر المراجعات كثيرا في قرار شراء الخدمات السفر السياحي والمطاعن فكما تعلم حينما يسافر شخص إلى دولة ما أو مكان آخر يبعث عن إقامة فندقية وبالتالي العميل السابق سيكون له تجربة وبالتالي يذكر تعليقه في هذا الموقع مواقع التقييم سواء في نفس التطبيق أو في تطبيقات أخرى كما ذكرنا منشأة لغرض التقييم وبالتالي العميل سيشاهد ويعاين ما يقوله الآخرين عن كل فندق وبالتالي هو سيحكم على هذا الفندق من خلال الخدمات التي يقدمها إضافة إذن قد يكون التأثير الكبير إلى تعليقات الأشخاص السابقين لذلك قد يكون من الوظائف الحديثة لمنظمات هو متابعة شخص مختص في مواقع التواصل يتابع الردود والتعليقات لكي يكون هناك تغذية سريعة وتلافي المشاكل والأخطاء وبالتالي حينما تذهب إلى مكان أو مطعم كذلك حينما تقرأ التعليقات سيقنعك إما أن تذهب أو لا تذهب وبالتالي لها دور كبير أصبحت جزء من قرارات العميل الشرائية أن يبحث في تقييمات السابقين أو العملاء السابق لدينا ما يسمى بالألعاب الإلكترونية الاجتماعية Social Games أصبح هناك ألعاب من خلال التواصل الاجتماعي لعبونها الأشخاص وهناك أمثلة كثيرة لهذه الألعاب تمثل ألعاب الإلكترونية الاجتماعية شكل آخر لتطور منصات التواصل الاجتماعي فالألعاب الإلكترونية الاجتماعية هي عبارة عن نشاط اشترك فيها عدد من اللاعبين معا بشكل آني مباشر وفي لعبة واحدة ضمن بأفتراب تستخدم منصات كيف نربطها بمنصات التواصل الاجتماعي أو لماذا قبل أن نجيب لماذا أو كيف توظفها دعونا لماذا أصبحت رائجة بالتأكيد الترفيه هو أحد جوانب منصات التواصل الاجتماعي العميل يلجأ إلى منصات التواصل لكي يرفع عن نفسه وكذلك الناس بطبيعتهم يحبون المنافسة ويحبون المكان الاجتماعي الذي يكسبونه خلال مشاركة بالألعاب ومثل الفوز بالمسابقات وغيرها وبالتالي لها كما ذكرنا في كل مجال سيكون هناك اهتمام لو تذكر ذكرنا في الدرس السابق حينما يكون ذلك حدث رياضي وتقوم بالإعلان في هذا الحدث من خلال منصات التواصل سيكون هناك شريحة كبيرة تستهدفها من هذا الإعلان حينما يكون ذلك منتج وتستهدف العملاء حينما يتابعون هذه المباراة وغيرها كذلك قد تستهدفوا من خلال هذه الألعاب تنشئ لعبة أو تقوم بالإعلان في هذه الألعاب منصات التواصل وبالتالي توظف هذه المنصة أو هذه الألعاب في خدمة الألعاب فأما بالنسبة للمشاهدة التي تعني بتصنيع هذه الألعاب فالمجال مربح أيضا إذا كانت تحدث عن الشركات التي تنشئ هذه الألعاب فهي بالتأكيد مربحة من خلال أن تعطي مساحة لشركات المنشآت في الإعلان في هذه الألعاب وبالتالي من الممكن تحقق ملايين الريالات من فقط الإعلانات لمنصات أو شركات أخرى في منصة الألعاب أو في المواقع الألعاب بالتأكيد هذه المنشآت تواجه أيضا منافسة على الألعاب وأن اللاعبين يضعون أيضا ألعابا كانت فضل لديهم جالما ليجربوا أيضا ألعاب جديدة كما تعلم هناك تطور في الألعاب وبالتالي منصات أو المواقع التي تقدم هذه الألعاب تطورها باستمرار لكي تواكب التغير والمنافسة في عالم الألعاب أيضا بعض المنشآت أصبح هناك طرق حديثة في التسويق لو نظرنا إلى قد يكون لدينا حتى شركات سعودية تقوم بتطبيق هذا النمط قد تقوم بإنشاء لعبة في تطبيقها مثلا في الطلبات أو غيره وبالتالي العميل قد ينتظر الطلب ويقوم باللعب وبالتالي ينتظر الطلب وخلالها يتم لعب لعبة معينة إما مثلا بحصول على نقاط هذه النقاط تفيد في طلبه القادم في الشراء وبالتالي تم توظيف لعبة في تقديم خدمة ومنتج للشركة ما وبالتالي أصبح هناك علامة تجارية واضحة للعميل يستخدم مثلا أدوات منظمة وإذن شعاراتها وكذلك منتجاتها في هذه اللعبة وبالتالي يكون هناك تأثير على العميل وفي نفس الوقت يكون هناك ترفير العميل والحصول على النقاط ومن ثم المشاركة في استفادة منها في خدمات أو في منتجات قادمة وبالتالي هناك ذكاء في التواصل أو ذكاء في التسويق لمنتجات المنشآت الحديثة على سبيل المثال تستطيع منشآت الوجبات السريعة أن ترفع مستوى تفاعل العملاء معها من خلال تطبيقات العاب على الجوال وفيما يلعب العميل على الجوال يرى شعار المنشآت ويتفاعل بعض العلامة ويمكن أن يكسب نقاط يمكن تبديلها بمتجر أو لدى المتجر في قادم الأيام وبالتالي كلما زاد لعبه في هذه المنتجات أو في هذه التطبيقات سيزداد نقاط وبالتالي يصبح هناك شراء المنتجات إذن هي طرق من طرق الوصول للعملاء وتوظيف الألعاب في خدمة الأعمال التجارية وتسويق المنتجات الخاصة خذلك لدينا مجتمعات منصات التواصل الاجتماعي كما يسمى Social Media Communities وبالتأكيد هي استطاعة المنشآت أن تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لبناء مجتمعه فمجتمعات منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الناس يربطوا مهتمام مشترك لديهم الرغبة في المشاركة في حوار حول أمر يثيرهم جميعاً وأيضاً ما قد يكون هواية مشتركة بينهم هذه المجتمعات تؤمن شبكات تسمى في كثير من أحيان بالتأكيد شبكة الانترنت للتواصل مع الآخرين وبالتأكيد باستطاعة الأشخاص الذين يكونون جزء من هذه الشبكة أن يشاركوا معلومات أو يبدو مثلاً تعريف أو تعليق على المواضيع التي تطرح في هذا المجتمع مثلاً لدينا العديد من المواقع فيسبوك وإنستجرام ليكتن ويوتيوب وتويتر والتيك توك وكذلك السناب شات وجميع التطبيقات قد يكون هناك تطبيقات أخرى ولكن هذه الإحصائية قد تظهر هل تعتبر جميع منصات التواصل مناسبة لكل نوع من الأعمال قد يناسب مثلاً فيسبوك ما لا يناسب تويتر وغيره وبالتالي المنظمة تختار ما يناسبها من هذه المنصات وبالتأكيد لما ذكرنا في الدرس السابق منصات التواصل في تطور مستمر ودائم وبالتالي قد يحدث أو قد يظهر منصات أخرى غير موجودة الأفراد الذين يشاركون في هذه المجتمعات قد يكونوا يسمون أصدقاء أو معجبين أو متابعين لشخص ما وبالتالي يكون له دائرة أو له فريق أو له مجتمع خاص به لذلك نشاهد من يكون رائد في هذه المنصات قد يستخدم في التسويق وغيره وبالتالي له تأثير أيضاً في المنتجات أيضاً يمكن أن نجد مجتمعات أو تجد مجتمعات تواصل لكل منها نوع واهتمام كما ذكرنا ومختلف على الآخر وقد يكون لدينا ما يسمى بشكل منتدى أو ويكي ما نقصد بالمنتدى ونقصد بالويكي المنتدى هو نسخة تفاعلية عن لوحة إعلانات تقليدية التي نجدها في المجتمعات حيث أنه يستعرض قائمة بالنقاشات المفتوحة المنتدى عادة يكون نقاش مفتوح يكتب فيها الأشخاص ويقوم بتباعد الأراء وغيره وبالتأكيد إذا كانت كما نشاهد مثلاً أشخاص يهتمون مثلاً بتربية أو حماية الحيوانات أو مثلاً المحافظة على البيئة أو مسألة صحية أو غيره نجد لهم منتدى خاص يناقشون وبالتالي قد يكون وسيلة مناسبة لمنشآة الأعمال التجارية تستخدم في التسويق أيضاً الويكي هو نوع آخر من نوع مجتمعات تواصل وهو عبارة عن مساحة عمل تسمع ضعب المساهمة كما يحدث مثلاً في ويكيبيديا يحدث أن أشخاص يشاركون في عرض معلومات وكتابة معلومات وبالتالي قد يستخدم أيضاً في إضافة إعلانات في هذه المواقع وبالتالي أصبح هناك طرق لتسويق المنتجات والخدمة أيضاً عدد كبير منشآة غير الهادف الربح تستخدم منصات تواصل الاجتماعي لبناء مجتمعات وتحقيق أهداف كبيرة كما أنها تستخدم تلك منصات للترويج برامجها وتعتمد لتطوير مجتمعات كمثلاً طريقة تفاعل مع العمل كما نشاهد مثلاً منصة أو مؤسسة ميسك الخيرية نشاهدها مثلاً في منصات تواصل تقدم برامج تسويق منتجاتها لخدماتها مثلاً في المستهدفة كذلك المبادرات وبالتالي تستفيد في إيجاد الشريحة المستهدفة التي تكون في منصات التواصل الاجتماعي وهناك أمثلة كبيرة أيضاً المنشآة الكبيرة تستعين بمجموعة من أهل الاختصاص لتطوير أنشطتها على منصات التواصل الاجتماعي ورصدها أيضاً تكون أنشطة بقيادة مدير مجتمعات منصات التواصل الاجتماعي أصبح هناك وظائف جديدة بمسمى مدير مجتمعات منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي تم إيجاد وظائف جديدة وهذا المدير مسؤول عن تنفيذ مجمل أنشط المنشآة على منصات التواصل الاجتماعي هناك إدارة حسابات لمنصات التواصل سواء في جميع التطبيقات أو منصات الحديثة يقوم هذا المدير بمتابعة ما ينشر والردود وقد يكون هناك مجموعة موظفين في الردود على العملاء في كل منصة قد يكون هناك موظف مهتم بها ويعرف مثلاً مزاياها وكيف يتعامل معها وبالتالي أصبح هناك اختلاف حتى كما ذكرنا النصات بدلت حياتنا حتى في الوظائف في المستقبل والتعامل مع مثلاً منشآت الأعلى في رهاية هذا الدرس دعونا نستذكر ما تطرقنا ذكرنا أن المواقع التواصل الاجتماعي لها ميزة كبيرة في الأعمال في شاركة المعلومات على منتج وخدمات وذكرنا من الممكن أن نستخدمها في العديد من أمور استخدام المدونات في الأعمال لتسويق المنتجات والإقناع كذلك الصور والفيديو تحدثنا عنها والمدونات الصوتية أيضاً تحدثنا عن التقييمات هي فرصة للعميل يقيم ويتم الرد عليه كذلك العمل الجدد شاهدون التقييمات وذكرنا أن هناك مواقع إلكترونية أنشئت فقط لغرض هذا الغرض وهو التقييم لمنتجات كما نلاحظ مثلاً في عديم تطبيقات تقييم المتجر، تقييم الجودة، الأسعار كذلك العاب الإلكترونية الجماعية أو الاجتماعية أصبحت هي مستهدفة من قبل المنظمات للإعلام فيها لأن هناك شريحة لا بأس بها وكذلك مجتمعات منصات تواصل الاجتماعي كما ذكرنا يكون هناك مجموعة يتابعون شخص أو يكون لهم مجموعة يتبادلوا اهتمام كالمنتدى والويكي وبالتالي هو فرصة أيضاً لنطبق أدوات التواصل في الأعمال ونوظفه فيما يخدم التسويق والترويج لمنتجات والخدمات إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكراً لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم